موسيقى تصطيح القدوة الاجتماعية والدينية والنخبوية من المستفيد؟ هل حان وقت الفدرة وتطبيق نظرية بايدن حرفياً في العراق؟ عملية تركية في شمال العراق؟ الاحتجاجات ضد إيران؟ ابقوا معنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعظم الله أجوركم بذكرى استشهاد أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين الإمام الإمام علي بن أبي طالب عليهما السلام بهذه المناسبة اخترت هذا العنوان وهو طبعاً لكاتب ومفكر هو الأستاذ محمد أبو النوعير عنوان شوي أنا تصرفت بيه تصطيح القدوة الاجتماعية النخبوية من المستفيد؟ طبعاً أنا أضفت له تصطيح أيضاً القدوة الاجتماعية والدينية والنخبوية باعتبار أن الموضوع الديني هو الآن اللافت أكثر يعني النخبة الدينية أو القدوة الدينية حفواً القدوة الدينية يعني صراحة يعني المرجعيات الدينية المرجع الديني علماء الدين وهذا الموضوع أنا دائماً كنت أتحدث عنه باستمرار منذ أن انتهت عمليات كسر لا أقول الانتصار لأنه لم يتحقق الانتصار نهائياً الكامل على الأرهاب وتنظيم داعش الأرهابي بل كسرت هذه الدولة وكسرت مجاديفها على الأرض ما يسمى بدولة داعش تقوم على الأرض تمكن إذا عادها إمكانية واستطاعت أن تفرض نفسها فتنفذ ما تريد وما تفعله على الأرض الأراق استطاع بفضل فتوى المرجعية الدينية وبفضل مشاركة ومساعدة الجمهورية الإسلامية في إيران وطبعاً الحجد الشعبي وباقي القوات الأمنية استطاعوا من إجهاض مشروع داعش المشروع الرئيسي والآن بقيت هناك فلول لداعش هنا وهناك وداعش كفكر تكفيري كفكر أقصائي موجود في كل مكان من العالم يعني ما دامه هناك خير فهناك شر وإذن هذه المعركة مستمرة فمنذ الانتهاء من عمليات تحرير المدن سنقول هكذا من التنظيم الإرهابي وإسقاط هذه الدولة في عراقنا الحبيب وأيضاً في سوريا بدأ هذا المشروع يتحرك بشكل أكبر ومشروع دائم مستمر مشروع تحطيم القدوة مشروع تسفيه القدوة مشروع أنه التضييع النخب وإشغالها في صراعات ثانوية وجانبية إبراز التوافق من الشخصيات هذا نظام التفاهق اللي دائماً نحش به ما يسمى بالمشاهير المزيفين إبرازهم على السطح على مستمر بس ركزوا منذ العام 2017 وركزوا تحديداً على موضوع القدوة الدينية أنتوا شفتوا مسألة طبعاً العمامة غير الصحيحة أو من يرتدي العمامة وهو لا يؤمن بالعمامة ولا يؤمن حتى بأفكار الحوزة الدينية على موجود من زمان والنظام العراقي السابق تحديداً النظام صدام حسين يعني البحثيين بشكل خاص استغلوا موضوع الحوزات الدينية قاموا بالتسلل إلى الحوزات الدينية طبعاً الشيعية والسنية وأوجدوا رجال ما يسمى برجال دين هم من ضباط المخابرات ضباط مخابرات يعني هو أساساً بجهاز المخابرات وراح لبس عمامة ودرس حوزة والكثير منهم مفضوحين وطبعاً المسألة معروفة لا تخفى على اللبيب العراقي بالذات وطلبة العلوم الدينية المخلصين يعرفون يكتشفون هناك بعض الشخصيات ممكن استطاعت أن تصل إلى ما أقول مراحل في العلمي وفي المستوى الدراسي لا لا استطاعت أن تتغلغل وتتسلل إلى بعض البيوتات الشيعية ولمحاولة التشويحة وهذه القضية الأخيرة التي أثيرت في قضية الأضرحة والمقدسات التعرض للمقدسات إيجاد شخصيات يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أطلق عليهم تسمية الروابضة الذين يتحدثون في كل شيء شعب صغير يأتي مثلاً إمام جمعة مع احترامي للشباب بالعكس الشباب شكل عام يعني هم أسامة بن زيد شاب صغير عمره 16 سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كلف بقيادة جيش يضم كبار الصحابة في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهم بن أبي طالب يعني هذا إمامنا إمام المتقين إمام المتقين بدأ عمله الجهادي وهو أقل من شاب فتا عندما بات على في فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وات سيداء شباب أهل الجنة الحسن والحسين كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الحسن والحسين إمامان يعني قدوتان مو بس إمامان بالمفهوم اللي احنا نعرفه مفترضاء الطاعة قاما أو قعدا قاما أو قعدا هموها جيدا لا لا هم أيضا من عبر عنهم بسيدي شباب أهل الجنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يولي أهمية كبيرة للشباب في الحديث القدسي أيها الشاب المبذول شبابه لي والتارك شهوته لأجلي أنت عندي أفضل من ملائكتي انتبهوا أنا أقول يعني أن يأتون ويقدمون لك شباب وحتى يخلقون هاي الاثنينية في المجتمع حيث دائما هناك تناقض ودائما هناك صراع في الأشياء وبالموجودات وبالوجودات وبالكيانات وبالتيارات لأضعاف لأضعاف العراق بالشكل العام وإضعاف المؤسسة الدينية وتشويها وشغلها بمعارك جانبية ليش ما تتحدث المرجعية وليش ما تحكي في المرجعية وليش ما تقول المرجعية مع العليم يعني أخوة بنعان المرجعية كل المراجع عدهم مواقع على الانترنت وعدهم موجودة مواقفهم موجودة والإسلام واضح أخواني الحلال وبين والحرام وبين المرجعية لا يحتاج دائما أن تتحدث عن كل شيء في كل صغيرة وكبيرة نحن في عراق فيه تعددية فيه أديان مختلفة المرجعية تقوم بدور إرشادي علماء الدين يقومون بدور إرشادي وهذا الدور مستمر ومتواصل وموجود وباقن لكن المطلوب دائما هو إشغالنا بصراعات جانبية تعال لازم نحكي في قضية القبور يعني قضية القبور جديدة زيارة القبور وذول الوهابيين سووا حروب عليها وقاموا بغزوات إلى كربلاخ وتذكرون سنوات قديمة وراحوا دمروا البقيع ومنعوا الكارثة يعني أحد هؤلاء الذين الآن يتبنون موضوع عدم بناء الأضرحة هو نفسه قبل فترة احتج على المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بهدم البقيع وعدم تجديد البناء وعدم السماح ببناء البقيع زيارة ما هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله ضريحه وين قبره الشريف وين هناك مسجد وضريح له موجود ضريح وشنو الضريح يعني مكان يزار وتشد الرحال له فبالنتيجة أقوله يعني هل هناك التزام بكلام المرجعية بعض الناس يحتجون يا بليش ما الآن ما في صلاة جمعة مهي المرجعية بحى صوتها المرجعية مهو للسياسيين فقط لا المرجعية حتى عندما تحدثت مع الناس ومع النخب ومع الجمهور العادي مع البقية السؤال الأول يقول مثلا متى تعود خطبة الجمعة في الصحن الشريف ولماذا لا تكون بمجرد بث مباشر إذا لم يراد بها التجمع هو حقيقة أكثر من سبب يعني بعدم الخطبة يعني صح التجمع اللي كان مثلا السبب في البدء السبب المباشر لتعليقها لكن تعرفون الخطبة خصوصا للخطبة الثانية يعني تكون على ثلاث حالات خطبة ثانية أتكلم بي تارة يأتي نص من المرجعية مباشرة ويلقى وتارة تأتي الخطوط العريضة من المرجعية وتارة تكتب من الخطيب وترسل والمرجعية تعلق عليها تحذف وتضيف أو تمضي هذه ثلاث حالات موجودة في خطبة الجمعة الثانية كلها بالنتيجة تمثل يعني رأي النجف للأسف بعض يعني كيانات السياسية لم تكن تستجيب لكثير ما بيّنت المرجعية نعم الناس قد تطمئين وترتاح وهناك صوت يدافع عنها لكن المرجعية لا تريد أن تخطب فقط تريد أن الخطاب يؤثر والبعض كان استجابتها ضعيفة جدا مع تكرار الخطبة يعني مضمون الخطبة في أكثر من مرات الاستجابة كانت ضعيفة جدا فإلى الآن لا يوجد قرار قريب يعني في إعادة الخطبة ما لم تكن هناك ضرورة أكبر ما لتزمه بكلامها نعم هناك وعي كبير في 2014 أنت أسفر عن إيجاد الحجد الشعبي المبارك إطاعت كلام المرجع وشفتوا الانتصارات شفتوا سويتوا بالعالم عندما أطعتم كلام المرجعية وفتوا المرجعية ورأي المرجعية هاي هي المرجعية نفسها غيرت نفس المرجع الذي حاله دون أن تندلق حرب أهلية وطائفية بين السنة والشيعة في عام 2006 اذكرواها زين بعد تفجير مرقدي الإمامين العسكريين نفسها المرجعية اللي حفظت أرواح السنة حفظت أرواح الشيعة وحفظت أرواح المسيحيين ومقدساتهم وباقي المقدسات في العراق ونفس هذه المرجعية هي التي حطمت أكذوب الدولة الداعش الخرافية ليش تضيعوها وليش تجون لازم تشغلوها في أمور تافية وبسيطة إذا انتم شون شغلكم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هذا مخطط تسطيح القدوة هذا مستمر أخواني وأنا دائما أقول هاي شوفوا وسائل التواصل الاجتماعي شوفوا هاي البرامج بعضها يسموها كاميرا خفية روعوا شوفوا الكاميرا الخفية في مصر شوفوا الكاميرا الخفية في تونس شوفوا الكاميرا الخفية في ليبيا هذه ليبيا التي تعرضت إلى حرب أدوانية مدمرة من الناتو ولا تزال شوفوا الكاميرا الخفية شوفوا الالتزام وشوفوا الأهداف أو الرسائل الإيجابية التي تطلقها الكاميرا أحنا لش عدنا كاميرا خفية بعض القنوات تبث كاميرا خفية كلها فجور تحطيم للثقافة الإسلامية المحلة التقاليد القيم ليش ليش العمامة العمامة ليش هذا الاستهداف الكبير للعمامة ما نذكر أسامي ما لا علاقة بالأسماء المصداق يمك انت تشوفه بس تعال شوف شوف مسلسلات رمضان شقدمت لك من قدوة مسلسلات رمضان شقدمت لك من قدوة حتى المسابقات شوفت ذا كلهم قنوات فضائية ملتزمة عندها مسابقات ترويج للإسلام الأموي قنوات شيعية مخلصة ها غاردة تجيب أسامي ثم يعرفون مسابقات مو انت واقصد في مشيك لازم عندك هدف في كل شيء تقدم لمسابقات نعم نقرأ التاريخ بس ما الروج له مهو هذا القدوة نحن قدوتنا طبعا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلي بن أبي طالب وأهل بيته عليهم السلام ومراجعنا لا تفرقوا به هذا ما يسمون نقيد من تجي تقول من تجي وانا أرجو أن يسمعوني جيدا بحجة أنه ينقيد أو ينصح يقول يا بل دين النصيحة نعم الدين النصيحة اسمه أسي أقولهم وأوادهم وعنهم ليش ما تصيرون أوادهم للمراجع الله أكبر الله أكبر والله اشتعل الرأس شيبة المراجع العظام أنا ما أتحدث عن مرجعية أولياء ومرجعية كل مراجعنا العظام الحوزة العلمية هذه الحوزة العلمية في العراق في كربلاء في النجف في إيران في مشهد في قوم في أفغانستان في لبنان في سوريا عندنا حوزات ما شاء الله في كل مكان حتى الجامعات الدينية الأزغر وغير الأزغر هذا ما يجب أن نحترمها حتى ما تقدر تحتي وعند ما تحتي الناس يستمعوا له تحتي الناس يستمعوا له أمانا موسيقى 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 ألحان وقت الفدر له وتطبيق نظرية بايدن في العراق أعزائي منذ أن وصل أو منذ أن تم احتلال العراق عام 2003 وبالمناسبة عام 2003 كان بايدن في الجهة الأخرى يعني يبدو هو والحزب الديمقراطي على أنهم لا يؤيدون الحروب لا بس هم أيدوا حرب بوش وينتبهونها جيدا ومرروها فمنذ ذلك التأريخ وموضوع الفدرالية يطرح بقوة هو مو موضوع الفدرالية هو موضوع التقسيم يطرح بقوة نحن أحيانا نستخدم المصطلحات السياسية في غير محلها يوجد دول كثيرة أدها فدرالية بس فدرالية جامعة تجمع دول هاي سويس رو غير سويس رو فدرالية كل مشكلة وهي الولايات المتحدة وبيها نظام فدرالي بس احنا وكارثتنا مثل الديمقراطية الديمقراطية في الولايات المتحدة وفي الغرب عموما في بريطانيا أمر شبه مقدس هاي احنا وتشوف التجربة الديمقراطية والانتخابات في بريطانيا حرص كامل على ان يمارس الناخب حقه في الاختيار بس يظللوه وسائل اعلام تظلل اكو كارثلات اكو قوى كبرى تظلل الناخب بس تستخدم الموجود المباح والمتاح من التقنيات ووسائل اعلام ومراكز الابحاث ومراكز الدراسات ومحددين ممكن لكن في نفس الوقت يعطون للناخب الحق والحرية في ان يختار ما يريد بس الديمقراطية عدنا لازم تزورها ولازم تزيفها ولازم يجون وهذا عاما نكررها انا صار لكم يوم لازم يجون سفراء الدول مثل بريطانيا ومصر ودول اخرى والولايات المتحدة الامريكية هسا رحصر عدنا سفيرة قريجة اسراعيل ها انت به جيدا امريكية لازم لا يجي للقوى الاطار لازم تقبلون بنتائج الانتخابات التي تم تزويرها وانا حجيت لكم سابقا هنا في بريطانيا جرى في سبتمبر قبل الانتخابات بايام حصلت اجتماعات والبريطانيين حجوا بكل صراحة لأنهم ليسوا مع طرف من اطراف العملية السياسية وتحديدا هذا الطرف الآن الذي يشكل العمود الفقري في الاطار التنسيقي اللي هو التحالف البناء تحديدا منظمة بدر وغير منظمة بدر اللي وياها وبمناسبة ذكرى تأسيس منظمة بدر في شهر رمضان في 17 رمضان قبل ايام مرت علينا ذكرى تأسيس منظمة بدر عندما كانت فيلق بدر نقدم التهاني والتبريك لقادة هذه المنظمة ونحيي بفخر واعتزاز الشهداء الذين قضوا وسقطوا سواء في الفترة الماضية او الفترة الحالية دفاعا عن العراق وفي مقاومة الدكتاتورية ايضا لكننا نحكي في المحور الاول عن موضوع القدوة انتم لاحظتم اصبح الدفاع عن العراق معارضة الدكتاتور ومقاومته لدى البعض اصبحت جريمة تعتبر خيانة السبات يجوك يحاكموك ليش تقول صدام حسين مجرم من تقول يا بترى جيش صدام نعم الجيش عراقي ما ردغيب كثير عن الموضوع موضوع الفترة لا اردحت شي لكم الجيش عراقي بس مين يستخدمه صدام وهن مرت علينا قبل ايام ذكرى الانفال مية وثلاثة وثمانين الف ضحية من ابناء الشعب الكردي العظيم قتلهم جيش بامر من صدام ما نقول يقول لك ها انت اسقتل الجيش العراقي باتر حتى رح يحاسبو انه يمكن حتى على ابو بكر البغدادي وليش قتلوا قاسم سليماني احبائي الشيء بالشيء يذكر ليش قتلوا ابو مهدي المهندس لانهما قتلى قتلى عملياتهم بالنتيجة ادت الى ان يقتل ابو بكر البغدادي وغير ابو بكر البغدادي انقاذة الارهاب قادة الداعش ها امثالهم ها تغيير المعادلة هكذا هس الان قاعد يحشوني عن موضوع الفيدرالية انا احتيت على قضية قانون التجنيس او التجنيس وحتيت لكم على قانون العودة الذي اقره الكنيسة الاسرائيلي بشكل رسمي في العام 1950 بينما هو هذا القانون وضع من قبل منظمة الصهيونية المنظمة الصهيونية المعروفة العالمية الحركة الصهيونية في العام 1924 اضن او 25 يعني قاري من زمان كل يهودي يولد في اي مكان من العالم هو اسرائيلي بحسب النظرية الصهيونية هام والنظرية اليهودية والصهيونية كما تعلمون حركة سياسية فالان يحشون لك هاليام قاعد يفتحون يعني هذا موضوع التجنيس وموضوع عودة اليهود العراقيين وقبلها طرحهم مشروع صفقة القرن توطين الفلسطينيين اللاجئين للعراق الاقليم الغربي الاقليم العربي الاقليم السنية سميه ما شئت هس هذا مشروع تقسيم العراق يعد احد اهم اولويات ادارة بايدن في الشرق الاوسط خذوها مني لا تشوفون بايدن شوي مشغول باولويات لا تشوفون الان الادارة البريطانية او الحكومة البريطانية تبدو هكذا انها تتولى اه مهمة الملف العراقي كما يقول البعض صح هي الان الصدارة بايدن من الخلف الادارة الابريكية من الخلف بس موجودة ولن تتخلى عن الموضوع العراق ليه هم معدوم العراق وكن اساسي مفصل اساسي من مفاصل تقسيم الشرق الاوسط او ما يسمى بالشرق الاوسط الكبير او الجديد اللي بشرت بيه رايس ايام زمان هذا مشروع يراد له ان يتم من خلال العراق نعم نحن نقول لن يفلحوا بوجود مرجعية النجف مراجعنا العظام في النجف لهذا هم كما قلنا تسطيح تسفيه تحطيم تشويه المرجعية ولن يكون ما دام هنالك حجد شعبي ولهذا هم دائما تشوفوا يستهدفون الحجد الشعبي باي شكل من الاشكال استهداف دائم اساءة دائمة لكن في نفس الوقت لا لا بايدن يتحرك على هذا الموضوع وهو كان قد هذا هذا مشروعه من 2006 في 2006 اعلن عن ان الخطة ستمنح كل مجموعة عرقية دينية ايضا كردية سنية وعربية شيعية وسنية عربية مساحة لادارة شؤونها الداخلية هذا كلام بايدن تتمثل الخطوة الاولى في اقامة ثلاث مناطق حكم ذاتي طبعا ممكن انصر اروحة ممكن انصر اكثر لان هذا يعطي يدفع القوميات الاخرى فركمان شنو يقول لك شنو ذلك ابن اعنى وهلش مصر عندنا دولة او منطقة حكم ذاتي الى حد يعني يقول هذه الخطوة الاولى تتمثل في اقامة اولا ثلاث مناطق حكم ذاتي الى حد كبير مع حكومة مركزية في بغداد الخطوة الثانية يخلي بغداد هي تصير ايضا منطقة فدرالية وطبعا هو يزعم اقول انه بغداد الحكومة المركزية ستسيطر على شؤون الحدود والسياسة الخارجية وعائدات النفط بس انتو جنوبتك بقى كردستان بس قاعد تشوف حبيبي قاعد تشوف لا اصلا الان كردستان دولة مستقلة شي اعتام ابيد دولة مستقلة حبيبي انصح التعذير صح ولا لا اشو النفط مو بيدنا بيدهم علاقتهم باسرائيل كيف يفهم يروحون يفاوضون ها يفاوضون حاول نقل الغاز والطاقة كيف يفهم ويجي وزير النفط مانه بس يبرر يصفهم يقول ها لا هذه قال محكمة قالت محكمة المحكمة الاتحادية قالت هذا مو قانوني فعليتي حال اقول احبائي اه قضية الفدرلة راح تطرح وراح تشوفوها من جديد هو اي تطرح في الايام القليلة القادمة انا اثرتها حتى تنتبهون لانه نحن يجب ان نبقى دائما يقضيم الفدرلة في العراق بعد تقسيم تابعونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تركية في شمال العراق بينما الاحتجاجات ضد ايران احبائي طبعا هذا الموضوع انا تحدثت عنه في لقاء سابق وتعرفون جيدا ان تركيا دائما ما تقوم بعمليات عسكرية لاستهدف كما تقول هي مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني والحزب العمال الكردستاني لديه فروع ايضا ايرانية فرع ايراني موجود هذا الفرع ايراني موجود في كردستان ايضا ويقوم دائما باستهداف الجمهورية الاسلامية في ايران طبعا انا ادعو دائما الى حوار بين العراق وبين تركيا من جهة وبين العراق وبين الجمهورية الاسلامية من جهة اخرى لانهاء هذه المشاكل او هذه المسائل وهو دائما اكرر واقول في العراق وايران في الحالة العراقية الايرانية توجد قضية خطيرة هي فقط 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 بعد الحرب التي شنها صدام على الشعبين العراقي والايراني يوجد شيء اسمه وقف اطلاق النار يعني اكو مبررات او بالاحرى ربما توجد مبررات كثيرة ليعادة مثل هذه الحرب مرة اخرى شنو المانا شنو المانا وانت جاي تحرض 24 ساعة ضد ايران عمليات تقوم بها تركية تركية في شمال العراق من تجي تشوف الفضائيات وتشوف وسائل الاعلام وتشوف وسائل التواصل الاجتماعي منون ليه يحشون عليه يحشون على ايران ليش وقف وهذا هذا مو يعني ان هناك تعبئة وتحشير وصدام عسين شلون استطاع ان يحشون هذه الحرب طبعا يفرضها على الشعبين العراقي والايراني بل حتى فرضها على حزب البعث حزب البعث وشفتوا روحوا اقرأوا دوس في اليوتيوب بعض القيادين الحزبيين البعثيين يحشونك انه وصدام كان يهيئ لهذه الحرب بس كان يهيئ جاب شعراء شعبيين وجاب معظم كل الشعراء الشعبيين مو معظمهم من الشيعة يصفوا قوله ويحيئوا للأرضية حتى يشن الحرب على الجمهورية الإسلامية يكون تعبئة يكون شحن هذا الشحن موجود وهذا الشحن أخذ يبرز بقوة منذ تظاهرات تشرين عام الفين وتسعة عشر نحن لا نقول أبدا بأننا ضد التظاهرات السلمية والمرجعية العليا موقفها واضح ثابت المرجعية العليا أيدت المتظاهرين السلميين ودعتهم إلى الفرز ما بينهم وبين المخربين والمندسين إذن ماذا نقول أمام كلام المرجعية التي هي لديها القول الفصل وأحنا وكل من يحب العراق يؤيد أصلا هذا حق طبيعي أن تتظاهر سلميا بس أنت تظاهر وتروح تحرك قنصرية إيرانية وإيران بره بره والأمريكان هم الذين يدفعون ولا يزال لا تزال لديهم قوات أمريكية ولا ذكرت لكم في الحلقة الماضية نقرأ عن الواشنطن بوست وكيف أن قائد القوات الأمريكية الوسطى سينت كوم أول ما إجي بعد ما تعين زار القاعدة العسكرية الأمريكية قاعدة عين الأسد والتقى رئيس الوزراء المنتهية ولايته السيد مصطفى الكاظمي حتى أن لذلك المقال الذي نشره ديفيد أخناتيوس قال الكاظمي بأنه يريد بقاء القوات الأمريكية السحطة فين قوسيا غير القتالية وتعال شوف الواقع على الأرض بالميدان أن هذه القوات قتالية قتالية أنت بنتقول مستشارين ومتدربين أحبائي لازم تغير تشيل ذول كلهم الموجودين لذول قتاليين وتجيب المدربين والمتخصصين والمستشارين اللي جاء يحصل لا تعزيز للقوات الأمريكية القتالية وعن طريق منفذ جريشان مع الكويت السيجي وزير الدفاع التركي خلوصي آكار ويقول بأنه يا بترى هاي العملية اللي بدأناها الأسبوع الماضي أطلقنا عملية في شمال العراق باسم كلاو لوك عنوانها هكذا ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني جرت بالتنسيق خط جواها خط مع أصدقائنا وحلفائنا منهم أصدقاء وحلفاء تركيا تعال شوفوا على الأقل على الأقل من التحالف الثلاثي اللي أطلق على نفسه اسم إنقاذ وطن وثلاثي على الأقل اثنين طرفين رئيسيين من هذا التحالف الثلاثي هم أصدقاء وحلفاء تركيا على الأقل الأول منه الأخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني اللي هو الضلع الأكبر والأقوى لنقول هكذا في هذا التحالف ويقولون عليها بيضة الميزان أو قبة قبة الشسوم بيضة الميزان قبة الميزان زين هذا تمت العملية مباشرة منقال بالتنسيق يعني مباشرة بعد زيارة رئيس الوزراء السيد مسرور البارزاني إلى أنقرة انتو جاي تلاحظون ملاحظة يا أخواني كل الزيارات التي يقوم بها مسؤولون أو زعماء سياسيون عراقيون من تحالف تحالف الثلاثي ما يسمى بالسيادة ساذ الطرف الآخر من المعادلة من يروحون إلى أنقرة ويلتقون بالرئيس التركي على سبيل المثال منه ليحضر؟ مدير المخابرات التركية لا توجد لتبرير نحن اشتغلنا سياسة واشتغلنا أحزاب معارضة ضد النظام السابق وأنا أعرف كل الزيارة وأنا هنا موجود أعرف جيدا سياسي غير الدولة غير الدولة من يرتب العلاقات العلاقات واللقاءات والزيارات والتواصل بين السياسيين وزعماء وأحزاب ودولة ما هو المخابرات والمخابرات هتعرفون شي تسوي وش تريد وش تشتغو فييجي وزير الدفاع ويقول احنا شنين هذه قمنا بهذه العملية التي بدأت في الاثنين من الاثنونتاعش أبريل بالتنسيق مع أصدقائنا وحلفائنا أنا أخلي وراي الخبر وما ألقل عن عن صحيفة محلية أو لا لا راح نقل لك عن موقع أمريكي هذا كله ويجون يسبون إيران القنوات الفضائية تسب إيران المتحاورين اللي يحشون السيجبون من الأطراف كل من يحشي على مكون انتبهوا جيدا المتحاورون من الحزب الديموقراطي الكردستاني يحشون عن مصالح حزبهم حزبهم مو بس المكونة ويدافون عنها المتحاورون من تحالف سيادة ما يسمى بالسيادة يحشون عن محافظاتهم بس المتحاور المتحاور الشيعي يحشون عن عراق والوطن والوطنية ودائما هو يعني يتلقى الاتهامات انت عميل إيران انت مع إيران وليش ما الدين إيران يابا العمليات تركية يتروحون يدينون إيران ما جائفتهم كل الزياد ما جائفتهم انتوا لاحظتم الاستنفار الإعلامي الكبير الذي حصله أثناء العملية العسكرية التي جرت في أربيل من قبل إيران واستهدفت هم اعترفوا هم هم الأكراد نقلت عنهم رويترز قالت كانوا أسيبوا يقولون بيت بيت يقولون بيت هذا البيت لواحد كردي هذا الكردي عنده شركة عنده كذا وكان في البيت بالمنزل خبراء إسرائيليين أتراك وامريكان لبحث شنو لبحث نقل الطاقة إلى أوروبا وإسرائيل والاحتجاجات في وسائل التواصل الاجتماعي رفضة إيران مغريبة شوية جمال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر